هذا البرنامج بالتعاون مع آيكيا إزاي نختار ألوان البيت أو الـ color scheme بتاع البيت؟ طبعاً أنا عارفة أن الموضوع ده بيقلق الناس كتير أو يبقاش عارفين يبتدوا منين أو يعملوا إيه بس في الحقيقة في حاجات لازم نكون محددينها قبل ما نختار ألوان البيت أول حاجة لازم نحددها We have to consider the space يعني الـ space ده هل هو أولاً واسع ولا ده يعني واسع وعايزة أخلي شكله ملموم أكتر ولا ده عايزة يخلي شكله أوسع تاني حاجة الـ function بتاعت الـ space دي يعني مثلاً هل هو living room أو قضة نوم فعايزة الألوان relaxing عشان بقى مرتاحة فيها ولا هو مثلاً مكتب فعايزة ألوان تخليني تساعدني على التركيز والشغل تاني حاجة أكون محددها style البيت يعني أنا نهاردة طبعاً إحنا عارفين أن فيه different styles للبيوت فمثلاً لو استعملت الـ country style الـ country style ده ألوانه دايماً بتبقى pastelز وهادية وفلورلز وبينك وبيبي بلو فطبعاً لازم أكون من رعاية الألوان دي في البيت لو مثلاً مستعملها eclectic style فممكن أستعمل ألوان مترقعة مع بعض أورنج أزرق أحمر أصفر يعني ممكن أستعمل ما بين ألوان مختلفة ثالث حاجة أكون محددها how do I want البيت to feel يعني عايزة أن الناس اللي بتخش البيت عندي بتحس إيه لما تخش البيت يعني عايزة البيت يبقى شكله كلاسي وسوفيستيكيتد واللي عايزة البيت يبقى fresh and cheerful واللي عايزة يبقى inviting لازم أبقى أرفع أنا عايزة البيت يقول إيه بالزبط بعد ما أكون حددت الحاجات دي أو الألمنس دي أبتدي بقى أقولوك على شوية طرق كده زي نختار بيها الألوان بتاعت البيت أبسط طريقة إحنا ممكن نعملها إن إحنا مثلا نختار artwork أو سجادة من الـ styles البيت اللي إحنا أراد مختارينها قبل كده ومن الموتيفات أو من الـ colors بتاعت الـ artwork دي أو السجادة دي أبتدي أختار الألوان أو الـ huez بتاعت البيت تاني طريقة الـ color wheel طبعا إحنا عارفين أن الـ color wheel فيه ألوان بردة وألوان دافية الألوان البردة والألوان الدافية دي لازم نمزج ما بينهم علشان يبقى فيه توازن في البيت الألوان الدافية دي بتبقى زي الأورنج والأحمر والأصفر الألوان دي بتبقى very powerful, very energetic, cheerful كمان ودي بتبقى بنستخدامها في الحادة اللي عايزة تبقى فيها high para أو زي play room مثلا أو حاجة زي كده الألوان اللي هي بتبقى بردة شوية زي الأزرق زي الأغدر زي الموف الألوان دي أنا بستعملها في الأماكن أنا عايزة تبقى relaxing وفيها meditation كده وارتاح فيها نفسيا يعني طبعا زي قوض النوم زي الحمامات الأرياز اللي أنا عايزة أريلاكس فيها طبعا الأبيض من الألوان اللي بتدي purity and peace وبيبقى لون كده بيحسسك بالكلاريتي أما الأسود والبني هي من الألوان المحددة واللي هي لازم أستخدمها في البيت علشان أحدد بيها elements بتاعت the space ثالث حاجة أو ثالث طريقة يعني إحنا ممكن نستعملها إن إحنا نختار center البيت يعني أكتر مكان أرى بعض فيه في البيت أشوف المكان ده أضبط ال color scheme بتاعه وأبتدي أضبط بقية البيت على أساس ال space ده مثلا living area أضبط الألوان بتاعتي يبقى فيها مثلا أزرق فيها purple فيها earth colors خلاص يبقى أضبط بقية البيت على نفس ال color tones بس بحيوز مختلف برضو من ضمن الطرق اللي أنا بحب استعملها إن أنا أدي بعض في ال color scheme يعني النهاردة لو مستعملها earth colors فمثلا beiges grays وفيه whites مثلا حلوة قوي إن أنا كمان أدي بعض في التكتورز اللي أنا بستعملها في المكان يعني ممكن أستعمل مثلا ستان مع قطيفة مع كتان فهدي بعض لو حتى مستعملها نفس الألوان هدي بعض في المكان وأنا في الآخر بشوف إن ال interior زي الفاشن يعني لازم أكون برتاحة في الحاجة اللي أنا بختارها يعني مثلا لو الأزرى مودة السنة دي مش لازم خالص نعمله في البيت لو أحنا ببنحبوش أنا جعلان زهر ودايما معاكم في تان ديزاين دي كانت حلقة النهاردة أشوفكم الحلقة الجاي تان مودة 100% سمارتفون من هاتفنا المحمول إلى هاتفك المحمول محتوى رقمي جديد شكرا